السلام عليكم في هذا المقطع سنقوم بالتعرف على كيفية ضبط إعدادات الخصوصية في تويتر في البداية نقوم بالدخول لحسابنا بداخل صفحة تويتر ومن ثم نقوم بالضغط على settings نحن الآن بداخل صفحة تويتر سنقوم باستعراض بعض الخصائص أو الخصائص المتعلقة بالخصوصية في البداية نقوم بالتعرف على هذا الخيار في حال اخترنا هذا الخيار أو وضعنا علامة أو check mark في داخل فهي تقوم بعرض عنوان مرسل لتويت فإذا رغبت بأن لا يعرف متتبعوك أو الفولورز العنوان الخاص بك فإنك تترك هذا الخيار خاليا الخاصية الأخرى delete all location information في حال رغبت بضغط أو بحذف كافة المعلومات المتعلقة بالموقع الخاص بك أو العنوان تقوم بالضغط على هذا الخيار الخاصية الأخرى tweet media وهي تتعلق بعرض المحتويات الضارة أو المحتويات المؤذية سواء من الآخرين أو من خلال التويت أو التغريدات التي ترسلها طبعا لعرض هذه المحتويات تقوم بالضغط بداخل المربع أو وضع check mark أيضا بالنسبة للتغريدات أو tweets التي تقوم بإرسالها بإمكانك أن تضع هذا الخيار بأن يكون المحتويات التي ترسلها تحتوي على مواد ضارة أو مؤذية من الخيارات الأخرى يوجد لدينا tweet privacy في حال اخترت هذا الخيار فسيقوم فقط الفولوورز أو المتتبعون لك برؤية التويت التي تقوم بإرسالها أيضا لدينا خيار آخر وهو https وهو نختاره في حال أن رغبنا أن نحصل على مزيد من الأمان أو security في التعامل مع تويتر يفضل أن نتركها كما هي على خيار الـ default طبعا إذا رغبنا بحفظ الإعدادات التي قمنا بها نقوم بالضغط على save changes لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع cyberc3 www.cyberc3.ae شكرا